تدخل العملية العسكرية الروسية يومها الرابع عشر وسط تراجع في حدة المعارك والقصف جراء إعلان روسيا وقف إطلاق النار في عدة مناطق للسماح بإجلاء المدنيين في مدينة ماريوبول الساحلية والمحاصرة قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إن السلطات ستحاول اليوم إجلاء المدنيين بعد تعثر محاولات إجلائهم يوم أمس وفي مدينة إنيرخدار بجنوب شرق البلاد قال حاكم المدينة إنه سيتم إجلاء المدنيين بعد سريان وقف إطلاق النار وإن إمدادات إنسانية سيصنح لها بدخول إلى المدينة التي تعرضت لقصف روسي عنيف حاكم مدينة سومي أكد استمرار عمليات إجلاء المدنيين المحاصرين بعد وقف إطلاق النار مشيرا إلى أن حوالي خمسة آلاف شخص تمكنوا من مغادرة المدينة يوم أمس وفي العاصمة كييف ومحيطها أعلنت أعلنت حالة التأهب الجوي صباح اليوم إذ حثت السلطات السكانة على الذهاب إلى الملاجئ في أسرع وقت ممكن خوفا من تعرضها لهجوم صاروخي روسي في مدينة خاركيف تحدث حاكم المدينة عن أن قوات بلاده أحبطت محاولة القوات الروسية دخول المدينة الواقعة شرق البلاد يوم أمس شارك فيها 120 من جنود المظلات الروس قرب الحدود أما في دونتسك فقالت وزارة الدفاع الروسية أنها حصلت على وثائق سرية تثبت أن أوكرانيا خططت لشن هجوم في مارس على الانتصاليين المدعومين من موسكو شرق أوكرانيا في لوهانسك أعلن الانتصاليون الموالون لروسيا مقتل سبعة مدنيين وإصابة ثمانية بجروح جراء القصف الأوكراني لمحطة الطاقة الهيدروليجية خلال الأيام الماضية